الإدارة الأمريكية تتوقف على حين غرة ما قد بدأت به بالتفاهم مع موسكو بشأن بيان ملزم في مجلس الأمن لدعم الهدنة واستمرار المفاوضات انسحاب وفد مؤتمر الرياض لم يعطي الجونيف بل سمح بإجراء مباحثات مستفيضة مع الوفود الأخرى تعويضا كاملا عن تغيب الهيئة العليا بحسب تعبير سفان ديمستور ليست حواجز جونيف ما أشعل الميدان في حلب كما يبدو على الرغم من دعوات محمد علوش وبعض أطراف المعارضة لفتح النار خيارات واشنطن في حلب تبدو مفصلية باتجاه المراهنة على أقاليم أمريكية بالوكالة من شمال سوريا إلى الموصل في العراق في هذا السياق يقول المسؤول عن التخطيط الأمريكي اللواء بيتر جيرستان إن راجمات هيمارس على الحدود التركية هي لدعم المعارضة المعتدلة في السيطرة على الرقة وزير الخارجية التركي يذهب إلى الاستنتاج بأنه مع إغلاق المنطقة بهذه الصواريخ حول منبج السورية تكون المنطقة الآمنة قد فرضت نفسها في السياق أيضا ترفض الإدارة الأمريكية مساعي موسكو لإدراج جيش الإسلام وأحرار الشام على لائحة الإرهاب في مجلس الأمن لأنها خطوة غير بناء على ما يقول مارك تونير باسم الخارجية الأمريكية في موازات التحرك العسكري الأمريكي في سوريا يعد وزير الدفاع أشتون كارتر بتدخل عسكري في العراق قوامه عشرة أضعاف المستشارين الأمريكيين في سوريا الوعد الأمريكي في الذهاب إلى الدول الداعمة لسوريا من أجل دعم الهدنة ينتقل إلى وعد على لسان وزير الدفاع للتدخل العسكري موسكو وحلفاؤها أوقفوا معركة حلب إدراكا بأنها مفصلية تتيح استجلاب تحالف واشنطن إلى الهدنة والمفاوضات واشنطن تستدرك أن حلب مفصلية لتغيير المعادلات الطبع يغلب التطبع يشير سيرجي لابروف